في رحلته الطويلة نحو محطة المستقبل والازدهار يتوقف قطار الإنجاز على يد فاسدين وهذه المرة قد تقطع أنفاس قطار بغداد في شارع المثنى بيديك أنت العراقي الذي تريد حالا أفضل لكنك مشترك في التخريب والفوضى والفساد والتعالي على سلطة القانون حبيبي قطار تشوفوا الأولاد إلا ما توخرنا عايي إذن لا غرابة أن تكون أنت الجاني ولا يمكن أن يقتصر اللوم على الحكومة وتقصيرها فحسب بل إن عديد المواطنين الذين يشكون ويتذمرون من واقع البلاد هم أنفسهم الجنات على مستقبل تطويره وتمهيد الطريق أمام سكة الإنجاز مشاهد وثقتها عين كاميرا الموبايل التي رصدها مواطنة لكنه كشف وجود فئة من المواطنين تغيب عنهم المواطنة الصالحة لأجل عراقهم وتلك ورقة أخرى من صناعة الفساد تكتبها بخط يديك بأفعالك بسلوكك البعيد عن وطنية ترجوها لأجل بغداد وكل شبر من أرض البلاد مشهد أثار الغضب على فعل لا يمثل العراقية الحقيقية بشيء ما يستدعي أن تطبق سيادة القانون التي تعاقب المقصر ولو كان مواطنا جاهلا إلا أنه يهدم بأفعاله أي تفرصة نحو محطة التطوير والازدهار موسيقى